بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حذر وزراء وسياسيون في حزب الليكود الإسرائيلي من أن محاولة الاغتيال قد تتكرر هذه المرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي نتنياهو وزير الاتصالات موشي قارعي كتب على منصة X تأتي محاولة اغتيال الرئيس ترامب بعد تحريض متواصل ضده في الولايات المتحدة وأشار إلى أن الوضع في إسرائيل أسوأ بسبع مرات وأن التحريض الخطير ضد الرئيس الوزراء وزوجته ونجله قد أصبح أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى بدورها قالت وزيرة المواصلات ميري ريكيف إن محاولة اغتيال المرشح الرئاسي ترامب هي نتيجة للتحريض وتجاوز كل الحدود ضد خصم سياسي وأضافت لسوء الحظ حتى هنا في إسرائيل بحسب ما قالت تجري حملة حملة تحريض خطيرة ضد نتنياهو والمسؤولين المنتخبين من اليمين أما وزير التعليم يو آف كيش فقد حذر من عدم معالجة حملة التحريض ضد نتنياهو من قبل جهاز تطبيق القانون محذرا من تكرار محاولة الاغتيال في إسرائيل وزيرة الاستطان وهي من حزب الصهيونية الدينية قالت بشأن التحريض على اغتيال لرئيس الوزراء لقد طلبت منذ أسبوعين أن أو طلبت نعم أن يتم اللقاء في الحكومة لمراجعة مجموعة من الأمور مع رؤساء أجهزة الاستخبارات حول سياسة التعامل مع هذه القضية وهنا نشير إلى مجموعة من الأمور التي كانت قد ذكرتها وذلك في إطار الحرب المندلعة من إسرائيل على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر